الأهلي في النهاية شرفنا بصورة كبيرة جدا قدم بطولة رائعة على أعلى مستوى قدر أنه هو يحصد النهاردة المدالية البرونزية علشان طبعا تكون المرة التانية زي ما قلنا للنادي الأهلي العظيم في تاريخه ويفوز بالمدالية دي والمركز التالت وينال طبعا احترام وتقدير العالم كله فشوفنا النهاردة يمكن حضركم قد إيه الفريق كان بيقاتل بيقاتل الحقيقة في المباريات البطولة اللعبة بيكتهدوا لحد آخر لحظة مع بعض حتى واخدين الموضوع بشكل مسؤول يعني فيه مسؤولية فيه التزام فيه أن أنا عايز أعمل عايز أسطر عايز أسطر اسمي عايز أكتب اسمي بحروف من دهب كما يقال فالنهاردة عايزين نشكر لاعب لاعب الحقيقة النهاردة شفنا المقاتل أيمن أشرف اللي قدر يفوز بلقب أفضل لاعب في مباراة الفريق الأولى قدام الدحيل وخط الدفاع اللي بقى النهاردة في انسجام كبير جدا بين كل عناصره البطولة الرائعة النهاردة اللي قدمها محمد هاني بدر بنون صاحب الخبرات أو بدر بنون ده لايف كوتش في الثبات الانفعالي هو شنوي والله العظيم يده كرسات وحيات ربنا ما تفهمش يعني بدر عنده ثبات فعالي حتى على المستوى البادي لانجوش كلامه محمد شنوي كده خط النص طبعا عمر السلية خبرة على مستوى كسا عمر السلية لسه سنة أولى